موسيقى السلام عليكم أتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصفة اليوم هي صلاتة صيفية أولى تسمى كذلك صلات ميموزة بمكونات بسيطة متنوعة وتزيين ديالها هوفش تختلف لأنه نقدمها على شكل كيك أو لغاتو مزين بطريقة زوينة وراقية تقدم للضيوف واحتل عائلت ديالكم ترافقوا بها الوجبات ديالكم الصيفية خليكم معي حتى الأخير الفيديو ستشوفوا بأنها صلاتة سهلة ولكن المدق ديالك يكون زوين والشكل كذلك نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير نحتاج الجوج ديال الجزارات وثلاثة ديال الحبات ديال البطاطا والماء وصلقناهم في الماء لمدة ثلاثين دقيقة تقريباً كي نتمكنوا أننا نحكوهم في هذه الحكاكة اللي كتكون غليظة شوية سوف نديروا نفس الشيء البطاطا والجزار ونحتفظو بيهم بالنسبة للجزار اللي حكينا تنخليها كنحتفظو بيه ما كنضيفو لي حتى شي حاجة الملحة تنضيفو لها شوية ديال الملحة وشوية ديال الإبزار أنا سخنتها واحد شوية باش أنني نضيف لها واحد طريف ديال الزبدة ويدوب فيها باش تعطي هاداك الزبدة قوام زوين وحتى المدهق كنبقى ونحركوها غير بالفرقشات حتى كيتدوب لنا لديك الزبدة كاملة ونحتفظو بيها هنا عندي اربعة ديال البيضات اللي سلقنا من قبل وخليناهم تبردو كناخدوهم ونحكوهم حتى هما بنفس الطريقة في الحكاك الغليضة ونحتفظو بهاد المقادير كاملين كناخدو واحد الإطار اللي أنا عندي هنا فيها 20 سنتيمتر اللي درت فيها الورق الطبخ في الجوانب باش من اللي نبغين نديمو له يجي سهل كندير الطبقة الأولى اللي هي البطاطا اللي اللي حكينا ورضيناها على شكل بوري كنحاولو نبسطوها غير بالمعلقة بحلقة كده عندي هنا يا خليط ديال مايونيز وواحدة سوس فينيغريت اللي أنا كنديرها في اللي سالات ديالي كتختاروا اللي بغيتون تومها كتديروا تبقى تقريبا واحدة معلقة كبيرة ما تكتروش بزاف غيك تدهنوا بهادك طبقة الفقانية هادي الصورة ديال فينيغريت اللي أنا كنستعمل عندي هنا واحد العلبة ديال طون تكون علبة متوسطة اللي أنا خديت هنا اختارت ديال الزيت صفيته مزيان وحاولت أني نحله شوية كب بالفورشيد وحاول أني نوزعوا كطبقة على ذيك البطاطا اللي درت سوفيك تاخدوا هنا علبة ديال الدورة المعلبة اللي كتكونوا صفيته كتاخدوا هاو تقديروا حتى طبقة تهية فوق ذلك الطونة ممكن تديروا بالنسبة لطبقات ممكن تديروا الخضر اللي بغيته أنا أعطيتكم ذلك الشي اللي أنا الاقتراحات ديالي ولكن ممكن أنكم تدفوا خضر أخرى وتخدموها بنفس الشكل تهية جزوينة سوفيك ندير هنا تقريبا واحد المعلقة الى مشوج معلقة كبار ديال الخاليس ديال اللصوص اللي وردتكم قبيلة سوفيك ندهنو مزيان وكننا نحاول أني ننقضوا ديك الطبقة مزيان سوفيك نديرو هنا عندي الطبقة ديال الخيزة اللي حكيت نضيفت له واحد شوية ديال الإبزار وشوية ديال ملحام الفوق بشك يعطي ما ضاقل ديال الجزار سوفيك وعود ثاني نديرو شوية ديال الصوص دائما بين كل طبقة وطبقة ندهنو شوية بذيك اللي الصوص باش حتى كتشد لنا ديك الطبقة من الفوق صفي وهنا عندي جبن مبشور ديروا داك الفرماج الحمار او لاف خمج جودا اللي بغيتو ودائما كتبتو بالمعلقة اي طبقة زيتوها صفي هنا يا كنختمو بالبيض اللي مسلوق اللي حكينا وكنرشوب شوي جيل الملحة وكنندهن من الفوق بطبقة من الصوص صفي هادي الطبقة الاخيرة سهلة سلطة اللي سهلة وكتجي زوينة بزفة في المنظر ديالوهم سفي كتغطيوها من الفوق بفيلم اليمانتير وكتحتفظو بها في تلاجة حتى كتبغيو تقدموها سبب اللي كان بغيو نحطوها منخليو تزين حتى الاخر لحظة يعني كنبغو نقدموها عاد كنبغو نزينوها تنحيدو لهذا البابير كويسون اللي درنا من الجوانب وتنزينوها بشكل اللي بغينا انا هدائك اقتراح فقط انا ندرت شابت وممكن تديروا انتم ورق ديال القصبور ولا ديال المعدنوس اي حاجة خضراء كتزيد جماليال ديال صلاة ديالكم سفي هنا يا انا كيف قلت لكم درت هنا شوية ديال شابت اختاريت هنا شوية ديال طوماتسو الغيز شوية ديال الزيتون اسود ممكن تدير حتى الزيتون الاخطار عندي هنا يا بيض السمان مهم كيبقى لكم الاختيار انتم ما بزفة تزين انا زينت بدك شي اللي عندي كيبقى اقتراح فقط سوف تزينوها على حسب الضوء ديالكم كيجي رائعة وشكل ديالك يجيزوين مزه نتمنى تكون وصفة عجباتكم تطبقوها وترسولي تطبيقات كيف العادة في الانستغرام ديالي هذه وصفة اللي فايت لي شاركتها معاكم ولكن عاودتها بشرح بالصوت لان بزبديل بناتك يقول لي عاودي لنا وصفات القديمة بشرح اكتر نتمنى انها تعجبكم ما تتنسونيش من تعاليق ومن لايكات تعاليق ديالكم كتحفزني اكتر شكرا على كلامكم طيب شكرا على المتابعة الى وصفة قادمة ان شاء الله